السعي الارضية مشتركة تعزز الحوار في المحادثات مع المسؤولين الايرانيين هو ما اكد عليه مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايا الجروسي الثلاثاء في خضم محادثاته مع رئيس منظمة الايرانية للطاقة الذرية محمد اسلامي مضيفا ان العمل مرتكز على دعم الحوار مع ايران وتحقيق نتائج ايجابية لتوجيه البرنامج النووي بطريقة تخدم توفير الطاقة النظيفة كما جرى الاتفاق ايضا على مواصلة العمل للوصول الى الشفافية والاستمرار في ذلك رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي من جانبه اكد ان طهران ملتزمة بتسوية الخلافات الفنية مع الوكالة بعيدا عن التسييس مشيرا الى ان جميع القضايا العالقة بين بلاده والوكالة هي قضايا تقنية بحته وخلال مؤتمر صحفي للطرفين قال محمد اسلامي ان مدير الوكالة اكد عدم مشاهدة اي انحراف في برنامج ايران النووي نافيا اي مزاعم سابقة تفيد بغير ذلك اسبوع واحد يفصل عن استئناف محادثات الجولة السابعة في العاصمة النمسوية فيينا مع القوى الكبرى بخصوص الاتفاق حول الملف النووي الايراني طهران تريد دخول هذا الاجتماع بالتفاوض حول الرفع الكلي لما اسمته العقوبات الامريكية غير القانونية بدورها واشنطن مصرة على مواصلة فرض العقوبات على طهران حتى عودتها للالتزام بالاتفاق النووي السابق معتبرة ان ما تقوم به ايران خرق لبنوده بين هذا وذاك يدخل على الخط الكيان الاسرائيلي الذي اكد وزير دفاعه انه غير ملزم باي اتفاق يبرم في اجتماع فيينا مهددا بالتصعيد في المنطقة وضرب ايران عسكريا اذا استلزم الامر ذلك خطوة يراها مراقبون انها محاولة للتشويش على مساعي الاطراف المشاركة في محادثات فيينا قبل انعقادها